تعي، عمته، تعا، تعا قرب قرب ايه، يلّ، اشرح ورجي البل بول العمو ياه شما لك مستحي زي البنات، تستحييش زلمة انت اشرح يلّا ورجي، ورجي كون رجل هيدي الجملة العظيمة اللي ربيت أجيال نسمعها من أول ما نخلق لنموت بس شو يعني تقول لها زلمة؟ كون زلمة الرجولة هي القوة والشجاعة والشهامة والنخ واقف عنك هدون مواصفات النساء عندهم ياهم كمان وما إلها دخل بجنس الشخص بس المجتمعات التقليدية بتدفشل الإناس والذكورة على الأكستريم يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي بس كلنا رمادي حياتي فالرجولة والأنوثة مش خنتين منفصلين عن بعض هم أكتر زي الأوبن بوفي بتروح بتشوف بتنقش وجع بالك شو بتحب شو ما بتحب بس شو أصل كونسبت الرجولة؟ هم؟ شو؟ باختصار المجتمع بيعتبر الرجولة سلطة ونفوذ والأنوثة ضعف وغياب سلطة المرجلة هي فعل هو أداء متواصل ولقب بتكسبه سترجل ما بين عنا طالك هيك بالمجان أما الأنوثة فهي مش فعل هي عبارة عن حالة بتكونيها هي أصل ما قلها فعل استأنس استأنس أتأنس أتأنس بتأنس بتأنس بيك وانت معايا كما أن الرجول النسبية وبتعتمد على سياقات كتيرة مثل الثروة والمهنة والطبقة رجل بيشتغل بالسنجرة مثلا بيحس برجوليته بالبيت لأنه هو المعيل الأساسي وبالتالي ماسك السلطة إذا نحط بغرفة مع أنجلس إدارة بنك مثلا ممكن يتغير إحساسه برجوليته أما خياط عنده محل على قده ويحب يخيط فساطين ما بيخلص من تنمر الرجال بمحيطه أما من مصمم عالمة مثل إليه صعب سيارات ومصاري وماضلز وأعراس فبيصير بيستاهل الاحترام صح مثلا الرجال بيتعلم ويخافوا من المرأة الأسكى منهم كأنها بتنقص من رجوليتهم لا 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 كيف أربحتي كيف عمت عمليها كيف أربحتي تريانجل أو شمال ترقرت وقلت وطلوع شمال طلوع شمال نزول نزول الأكس فتعلتي كيف تعلمت يا هيرو؟ ما بعرفها أنا بس بلعب أكس طب لعب أيدا أسان ياش طب لعب أربحتي أعملي حالك مش عارفة تفتحي مرتبان مخلل كوني حلوة بس مش لإلك لإله واهتمي فيه بدون مقابل زيك زي أمه الرجولة كمان مبنية على منافسة متواصلة أساسها القياسات المجازية للقضيب بس ممكن تكون على أي إشي وليخون شعب بلعب مع أختي صديرة أنا حوالي وليخون وليخ مزع أبدأ ثاني بسرعة يلا قداش بتسكر سيارتك حبيبي ميتان ميتان وعشرين تبق شو الرجال هي اللي بيفقدوا السيطرة والسلطة بيلجأوا لفرض الهابة بأكتر طريقة بدائية شراسة والعنف كانت مفيدة إيام الحروب والمعارك المباشرة عشان هيك صاروا مواصفات سامية بيطمح الرجل لقلقه بس هلأ مش كل رجل لازم يحارب وياكل راس الحية طبيعة الحالة عمل كل شي عمل عراس عيد الجيش فيك تشوفي على السيفي كنت لستار هذيك السنة عمل باتشلرز عمل باتشلرتز بعمل أعياد ميلاد بس مش معولاد تحت الخمسة بكلولك كل الحياة طبعي حتى الشخصيات اللي بيتربوا عليها الأولاد زي جرنديزر و سوبرمان بتمجد القوة الجسدية وبترسخ فكرة العنف كالطريق الأفضل للعدالة مش بس هيك بيتربوا الأولاد بطريقة عنيفة بتمنعهم يوارجوا أي ضعف من هن وصغير الولد بدنا نتعامل معه كشجرة ما منضربه لما يبكي عشان ما يكبط مشاعره لأنه إذا المشاعر الكبتت شو بصير فيها تطلع بطريقة تانية شو هي الطريقة التانية؟ العنف 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 صار لها ساعة منحكي العنف 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 وبيحمسوهم على معايير صعبة المنال وغير موجودة زيها زي الإله من وبيحسوا بالفشل بحال ما قدروا يوصلوا للصورة الخارقة اللي انرسمت للرجل الحقيقة وهذا بيؤدي لمشاكل نفسية وببعض الحالات لأغاني زي آه أنا سي السيد وكلامي هو اللي حيمشي أو ما يسمى بالرجول الأكسترا مشاهدينا اليوم عم نتعلم طبخة الرجول الأكسترا رح نحتاج بالأول بيطين بطبيعة الحال علبة نظرة دونية للنساء حجم كبير مع علبتين نظرة دونية للرجال الغير تقليديين حجم وسط معلقة من المجازفة والمخاطرة كباية من العنف حسب الزوء ناس بحطوا اثنين ناس ثلاثة حسب وخلطي تقدري تستعمل إيدك مرات إذا ما بدك بهاي بس تنفخ بدك تنقعيها فخولي أيوة بعدين بتصفيها من كل المشاعر وبتخلي بس الغضب والفخر عنجد لو الكاميرا بتنقل ريوحة شوف لي ضايل فيها عواطف شوين قتاعي بعدين بتفضيهم على صينية وبتحطيهم بالفرن على حرارة 200 واو بس تستوي بدك تبرشي عليها امتيازات كاملة الدفن وبتزينيها بالاستعراضات الجنسية الخيالية هاي بتحطي قدمة بدك ما حدا أقلو معك أنا رح أزيد شوي بعد شوي حط 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 يا الله أخوتي وعشان تقدري تهضميها زينيها من فوق بشوية سبرينكلز و ألف صحتين المشكلة مش بالرجال بل مشكلة بالمجتمع الأبوية اللي بيعطي الرجل امتيازات بس لكونه رجل و بيأكل من حق المرأة بس لأنها مرأة و بس نسأل ليش بيجينا حجة جزي عادات تقاليد شرف عرض عيلة الثمرة النخلة العشيرة البادية الخوارزمي ابن بطوطة ابن الهيثم هودا بيوتي سيفورا دبي الايفون ميبخ برادا جيبنشي الفي مازاراتي هيك أصلا أصلا للرجال اللي خايفين المرأة يطلع لها نفس الامتيازات انتو بس خايفين من المنافسة الشريفة فكتير من النساء كسروا الأدوار النمطية فتعلموا واشتغلوا وربوا أعالوا عائلات بكملة وهلأ صار الوقت للرجال اللي يتحرروا من قيودهم لأنه لهاي القيود أثر سلبي عليهم وعلى محيطهم فبتفرض عليهم ما يحكوا وما يلجأوا للمساعدة وبتخلي سلوكياتهم وقراراتهم تكون متهورة أكتر فالرجال بيموتوا بسبب الحوادث مرتين فاصلة 6 زيادة عن النساء وبسبب الانتحار مرة فاصلة 8 زيادة فالسلطة من أجل السلطة بس دايما إلى أثر مدمر والأساس مش بكيف تكون رجل وتتعامل مع امرأة أو العكس الأساس كيف تكون إنسان وتتعامل مع إنسان تاني وطبعاً في شباب عندهم الشجاعة الكافية ليوسعوا تفكيرهم ولو بمبادرات فرتية فإذا حدا يقول لكم يا شباب أنت مش زلمة لأنك مش متهورة ويتعدل العشرة قبل ما تنقض على شخص انقضوا عليه بهالمعلومات واذا نسألتم من وين سمعتوا هالأساس؟ قولوا إنكم سمعتوها مننا يي محلاكم يعطيكم العافية مين عملهم هالهو المريا نجومهم اي شفين هالهو يا خالتي مين شفين؟ شو مقصة فيهم المريا معك فعينه يا خالتي بتاني قلهه لمريا بده هتتعلم اشي عن الطب اختر المعرفة